السلام عليكم اخوتي اخواتي ساكدارين لبس عليكم اتمنى تكونوا على خير وباخير يوم انصاب معكم واحد الكسوا صغيرة ديال بنيتها في مراه 5 سنين كماشتو عندي هنا ايه ثلاثة ديال توب هادا توب لكحلتي اللي سامبل هادا كيعطينا ذاك الفوليم ديال الكسوا والاخر اللي في هاداك العقيقات هادا كل اللي غايجي من الفوق وهادا توب ساتان هادا غايكون مل تحت هيكون مغلف بدك توب لكحل اللي فيها تيلتا هو وفيها العقيقات ولي غايكون من الفوق هادا يكون مل تحت هادا في هاد الطرف هادا راح فيه ميتر ميتر ديال توب غنجيبو غنطوي هكا على على ربعة الجهة اللي محلولة غتكون من جهتي وهاداك الجهة المسدودة غتكون عليه غتكون هاداك هي الامام اللي مسدودة ومحلولة غتكون هي الخلف فيها غتكون لاصقالي السنسلة ولا السحاب نحط الالكتاف ونده في الكتاف اه 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 اربعة aquests ونزيد سنتيم ديال الخياطه الدورة ديال العنقه ندير فيها ستون ونهو باطبها اه 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 بتلاتة عناو باطبهم بطعمة تطيحة ديال نطيح 10 سنتيم لدي 27 في الحزان نشده من أعلى الكاتف إلى الحزان لدي 27 بط ب 18 ونضير الدورة للصدر نضيفه في الكتاف نضيفه تماما نخرج بالدورة للصدر نضيفه الساقم سوف نضيفه 1-5 سنتيم ونضيفه الدورة للتركيز نضيفه الحزام نضيفه 17 نضيفه خط نضيفه 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 سوف نقطعه قد الفقاني قياس واحد هووية نخلي دك الجز سنتيم هذي اللي نخليها شيطة هذي قد نعدي السحاب راكم كما شتو في التوب البيض في التوب دك البلونكاسي وفي التوب هاد الكحن نخلي دك الجز سنتيم دي السحاب غتكون عندي في الخلف هذا ديال الامام راك يكون مسدود ولا اخر ديال الخلف اللي محلول نجيب هاد التوب ديالي هاد وكنولي نطوي على الاربعة ومنو هذي نصاوب دك الجيبة ديال الكسوة نطويه على العرض اللي فيه رافيه في العرض متر ونص هنا كان اخط طول ديال الكسوة ديالي هن عندي 27 وغادي نحط هنا الكسوة كاملة عندي فيها 67 في الطول نحط سبعة وستين ديالي في الطول سوف يكن دير خطمه الساقي وغادي نقطع العرض اللي عندي في هاد توب هادا كي ما قلت لكم را عندي في المنكب عندي فيه متر ونص وغادي نقطع جوج قيطة من هادا من هاد القيطة هادو باش غادي يجي فيهم دك البلي فلكسوة وغادي جييني فيها البلي بزيف سوفي غادي نقولي نقطع واحد اخر قدو نفس القياس سوفي نكمشتو راني قطعتو هادا اللول وهدك التاني وغادي نجيب باش غا نفصل عود ثبطين دياله اللي غايكون من التحت هادا هو الثبطين اللي غايكون عندي من التحت ديال الشبكة كنحط عليه هدك الشبكة نقاد بعدها التوب التحتاني را ما عنديش مقاد كنزيد هادا كتوب الكحل كنخرجه واحد اربعة سنتيم واللحتة الخمسة بشي يجيني هادا كلكحل يجيني طول من هادا البيج من هادا اللول الساتان وغادي نزيد نقطع قطع اخرها ديال الساتان تايا ندير فيها جوج وهذا التيل هادا شريته على حسب ذاك الكسوة بش تجيني فيها ذاك ذاك الفوليم اللي كي يجي من فوخها لحقش الساتان شرتولي مولات الكسي وشرتولي توب نازل ماشي يوم ذاك الساتان الغليد ديالا كان ذاك الساتان الغليد را ما تحتاجش تديري ذاك التيل تاخد غي الساتان الغليد وميك تديري الو البلير هكا تجي لكسوة من فوخها الراسة مولات هجبت لي ذاك الساتان الرقيق ذاك شي علاش حتاجي التوب الاخر ذاك التوب الثالث سافي هادو القيطع ديال الصايا هادو القيطع اللي غا تكون عندي في الاعلى غادي نعبر تلك الشحل عندي في عندي فيها تسعتاش غنضر لها الكميمة حيث هادو كسوة هادو المودلة اللي مسايف طالة السيدة اللي غندير لها فيه الكمام غادي نهبط السبعة نضيع خط كما مولفك نديره معاكم دائما هدا الدورة ديال التركيز ديال الكم ونحطه ديال الكم عندي فيه 36 غادي نحط هنا 28 باش غادي ندير لواحدة تقطيع عادي جيني واحدة القطعة في الكم سوف ندير فيه 19 سنتيم ندير العرض وندير هكا يا خط هندخل واحدة سنتيم من هات الجيهة سوف نخرج سنتيم من هات الجيهة الفوقانية هاد الكسيورة بغيت نديرها معاكم فاد لوقيتها اللي بغت تخيطها البنتا في هاد العواشر ديال رمضان لا يدخل علينا بصحة والسلامة هادا هي رقيطة اللي قلت لكم غادي نديرها فلكم باش غادي جيني في هادا كتكشكيشة هيا غندير في هادا كبلي قدرت فيها 11 ديال سنتيم صافي هادا هو هادا القطعة اللي غلص غادي جيني بدك اللي بليتا هي صافي هادو ملقي طع كاملين ديالكسوة هادو بغدين دوزول الخياطة ونبدأ هنا على باركتين لا اول حاجة هي الكتاف الموضطي والكتاف هادا ديالك كما قلت لكم هادا كالخلف اللي محلول هادا نخيط الكتيفة ثم اللوالة كان منطي الكتاف ديال هادا كالشبكة الكحلة هتا هي وكان ديرت ما هي الكتاف عند الكتاف منطيش قبلت ليبرا كان حاول نعواج عليهم شوية الحساب بعد الحقيقة تراهم كبارين الى تقاص بليبرا غادي تتهرس سوف يتم محطة لوجه عند لوجه غادي نقلب دابا اما كتديرو كرانس اما غادي نقطع من الاحسن نقطع بش ما يبقى ليش زكتش نسيف كيبان البرا هادو غادي هادا كالقيطة عديا للكم اللي قلت لكم غادي نديرهم كشكشين اللي غادي جي فيهم البلي كما كتشوفو كنديرهم على هالطريقة هادو ونبقوا غادي نكون جمعوهم نجيبو لكم ديانا كمشتش راجين قد قد سوف يبقى نخيطوه نديرو لوجه عند لوجه وندوز عليهم بالخياطة ندوز عليهم بالخياطة نخلي صانسيم وندوز نديرو لكم ديانا نديرو لكم نديرو لسقو في التركيز داك التركيز راني كان ندور عليه بالخياطة باش كل السقة داك توب جوج مش ما يبقى شي سحتولي منكم كنرقب لكم من الأحسن تدوز عليهم بالخياطة عاد تركبو لكم فيهم حد داك ساتانة توب ملس وكيبقى يسحت تحاولوا داك لك أنا عندكم توب بحل هذا هاد العقيق تردو البال كمشتشو هاده هما الكميمة ديانا طبقا غادي نجمحها من جناب او لا من الكوطي غادي نهبط معاها اشتركوا في القناة ونعود الخياطة المرة الثانية في الهدف الدورة ديال العنق الدورة ديال الامام راني هبط فيها ثلاثة سانتيم بوحدها راني ما انتيت ما ما صورتها لكمش فاش قطعتها را كان نولينا ما كيجيونيش بحال الخلف بحال الامام كان نولينا هبط فيها ثلاثة سانتيم صافي كندير لها كندور عليها بالخياطة مرة الثانية باش كتجين فينيا هنا كنجب دك القيطعة ديال ديالتي لهادي اللي عندي من الفوق وغادي ندير لهادك البلي كندير للغرزة في ربعة كنوسع الغرزة ونبقى غادا نجمع هكا كنجمع هكا كنجمع هكا كنجمع التوب هدكا الطراف بجوج أول حاجة بعدك نلاقي هدكا القيطاع بجوج اللي قطعت اللي فصلت قبيلة نلصق واحد مع واحد وعدكا نخيطها كما شتو لك لقيقات اللي كتجيني حديرة كنحيدها رضغية كنتحيد صافي كنمشي هكا كنجمع دكا التوب ديالي كله بلي بلي وهذا تهو اللي غايكون متحته تهوى كندير له نفس الطريقة كنبقى غادا وكنجمعه هاد الكسيوات عدورة كيجيوزوينين في بنسبة العيد ولا في سبعة وعشرين ولا في أعياد الميلاد هدي مولاتها كنتغديرها لبنتها في عيد الميلاد صافي وكنولي نزيد نجمعها بهالطريقة هادي كنجبض خيطة واحد وكنبقى غادا وكنجمع حتى كيولي للعبار اللي عندي في الحزام في الدورة ديال ديال الحزام كنلاقيهم بجوج باش مينجي لسقهم عن القطعة اللي عندي من الفوق يجوني ساهلين هادو ماجوج قيطة وهادو هنا كما قدشوفو ها ربعة ديال القطعة هادا كما قلت لكم بحالتي لكان عندكم الساتان بحال هادا ديالي لكان عندكم الساتان غلاد را ما تحتاجوش تديروا ربعة غديروا غيجوج غديروا الساتان وتجمعوه بالبلي وتديرو التوب الفوقاني سافيرا كيدير ذاك الفوليم حي تتوب مي كيكون غلاد كتديريولو البلي را كيجي كيجي ها عطي ذاك الفوليم سافي هنا را كنخيط ذاك ندوز الخياطة كلا قيهم كما قلت لكم مش مينجي للسقصايا ما يبقاش يزهق التوب يزهق ذاك القياطة واحدة على خطها سافي كلا قيت مما كنجي للتالي وكندوز بالخياطة سافي كنمشي لاذاك الخياطة اللي درت في اللول كندوز عليها كلا قي هاد القيط على السحتانية مع القيط على الفوقانية نادلك سادورام ساهلي كيطايحور خاص ميكا تصوبيهم الراسك على اللي كتشريهم را كيتكونوا غالين ويتبعوا غالين في المحلات كتحاولوا تساعدوا مع ذاك العقيق اللي عندكم في ذاك الجوهر اللي لاصق في التوب هنرى سمحولي هات السحاب راني نسيت ما صورت لكمش كان طفالة تليفون من الشارج ونسيت ما صورت لكمش هاد السحاب ولكن ان شاء الله إلا بغيتون خللكم الطريقة ديال خياطة ديال مرة آخر ان شاء الله هو هاد الشارج ديال ديال الحزام هادى رهسينة قدتأخذها قدتش تباع أنا غنصاوم معاكم هاد البابيو غندير لها واحد البابيو في الحزيم هادى هي الطريقة قيم مشتوا معايا حاولوا غيت تبعوا رهسا هادى كندور من جوج دورات و كن حزموت مما في الوسط كندير هادى دور اللول و روض مرة ثانية صافي وكان حشية مما بحلي غضين بحلي عادين عقدو كن رخف ونحشية مما بحلي غايت تعقد لي صافي بحلي روض بتزير وغضين نجبدو مصبعاني على هات الشكل حاول نحل ذكر السينتا صافي غايت على هات الشكل تمنى تعجبكم الفكرة ديال ديال الكسيوة وتطبقوها ان شاء الله في هاد العواشة لبنياتكم صافي نجيب ذاك السينتا ونقطح على ذاك شكيل باش كتعطيني ذاك المنيضر زوين على هات تشكل تالخرة غادي نقطحها بنفس الطريقة أنا راني أنا غلطت وقطعتها عكس أنا غنقولي نقطحها بحال الطريقة اللولة صافي كتجيالات شكيل وكنديروها تماية أنا راني هنا يا لسقطت لها واحد لعقيقات السلام عليكم ورحمة ترجمة نانسي قنقر